للمزيد من المتابعة أو تنضم إلي من بيروت مراسلة الغد ليلة خليل ومن باريس مراسلة الغد أيضا فاطمة بالعيد أبدأ من باريس معك فاطمة تظاهرات في الشارع احتجاجا على سياسات الحكومة وتعطيها مع التدعيات الاقتصادية لازمة كورونا على ما يبدو أيضا في ظل التزام ليس بالتام أو عدم التزام ربما بإجراءات التباعد وإجراءات السلامة في الشارع نعم بفعل مثلما قلت أن الاحتجاجات هنا في فرنسا خرجت بناء على دعوة من الاتحاد العام للعمال الفرنسيين ونقابات كثيرة للعمال هنا في فرنسا بالإضافة إلى إقامة إضرابات في وسائل النقل في فرنسا وذلك من أجل التوظيف والأجور والمعاشات خصوصا مع تعامل الحكومة مع الأزمة الصحية تعامل السيء على حسب قولهم مع الأزمة الصحية التي أفقدت الآلاف من عملهم واحتجاجا أيضا على خطة الإنعاش الاقتصادي التي لا تستوعب الوظائف في جميع المهن والقطاعات والتي لا يعتبرونها كخطة إحياء حقيقية الإضرابات تشمل وتعطيل حركة النقل وبالتالي حركة المرور خصوصا في باريس وحيث بدأت من الأبعاء بالأمس من الساعة الثامنة مساء وتستمر إلى غاية يوم الجمعة ساعة سابعة صباحا تظهر الحكومة استياءها من هذه الاحتياجات مباشرة بعد إعلان هذه النقابات نشد جون كاستيكس الفرنسيين بالشعور بالمسؤولية لدى كل فرض وصرح أيضا أن الوقت غير مناسب للخروج خصوصا مع الأزمة الصحية المتزايدة في هذا الوقت وقال أيضا أنها مسؤولية الجميع في أوقات الأزمات الصحية وزير الاقتصاد أيضا برونو لومير قال أنه يجد صعوبة في فهم الدعوة للإضراب في شركة النقل وأن الجميع يعلم أنه سيكون لشركة النقل الفرنسية عدة امتيازات أيضا النقابات من جهة أخرى تقول أن التعويض الذي يبحثون عنه يرونه أنه مفروض على الشركات مقابل مساعدة الدولة يعني يجب أن تكون هناك شروط لهذه المساعدات بحيث تكون مشروطة بالتوظيف وأيضا لتصحيح ظروف العمل وإلى أيضا إحياء الأجور حسب ما صرح به الأمين العام لنقابات هنا في فرنسا والذي يصير على أن الأم لا يتعلق فقط بشركة النقل وإنما بجميع المهن العامة والخاصة ترجمة نانسي قنقر